بعد تحوله لساحة حرب، ها هو مجمع الشفاء الطبي في غزة يتحول لمنطقة موت، يفر منه المرضى والجرحة على ضرب النازحين دون سيارات إسعاف وبرفقتهم أطباء وممرضون. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وقالت إنه تحول إلى منطقة موت وحثت على إخلائه بالكامل. يقع مجمع الشفاء الطبي على مفترق طرق في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة في القطاع، ويطل على شارعي عز الدين القسام والوحدة، حيث يركز الاحتلال الإسرائيلية قصفه ومحاصرته لتلك المنطقة. آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة، رآها فريق الخبراء الأممي كما وجد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى الأقدم في قطاع غزة، حيث تأسس في عام 1946، أي قبل قيام إسرائيل بعامين. نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء والمساعدات الأساسية الأخرى خلال ستة أسابيع تسبب في توقف مستشفى الشفاء أكبر المستشفيات وأكثرها تقدماً في غزة عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق. اسم أضحى يرتبط ارتباطاً وثيقاً في الأذان بساحات المعارك إنه مجمع الشفاء الطبي بغزة الذي حولته قوى الاحتلال الإسرائيلي الغاشم إلى ساحة حرب.